فيلمنا بيبدأ في مدينة متروبوغ في وقتنا الحالي بنشوف مجموعة من النيازك اللي بتقرب من الارض وبتكون الناس كلها خايفين وبيجروا في الشارع وبيصرخوا لانهم مش عارفين يعملوا ايه الشرطة بتفضل تنادي عليهم وبتقول لهم يستخبوا في اي مخبأ علشان يحموا نفسهم من النيازك لكن الناس كلها بتتكلم مع بعض انهم محتاجين بطل خارق ينقذهم لكن عدد النيازك بيكون كبير وبيقولوا انهم محتاجين اكتر من بطل في وقت واحد مش بطل واحد بس ولما بيبصوا يشوفوا عيلة ساندرمان اللي بتكون كلها مكوانة من ابطال بقدرات خارقة هم من ابو والام بارب والولاد ماكس وفيبي وبيلي ونورة وكلوي كل واحد فيهم عنده قدرات مختلفة عن التاني ويقفوا كلهم مكانهم وبيستنوا لما النيازك بتقرب منهم وبيبدأوا كل واحد يدمر نيازك على طريقته الخاصة يعني مثلا ماكس بيوقف النيازك مكانه وبيحرقه وبارب بتستخدم قدرتها على الكهرباء وباللي بيستخدم سراته الخارقة ونورة بتستخدم عيون الليزر وبعد ما بيخلصوا بيهتف الشارع كله باسمهم الناس بيكونوا فرحانين جدا باللي عملته عيلة ساندرمان بيقولوا علوموا انهم حماة المدينة ومن غيرهم هيموتوا كلهم ماكس بيكون مبسوط بالكلام اللي الناس بتقولوا وبيبدأوا يتصور علشان ينشر الصور على النت ويتكلم مع الموجبين بعدها بيمشوا بيروحوا على البيت وهناك بتقولهم فيبي انهم لازم يعملوا مراجعة للمهمة بتاعتهم الاول لكن باربو مامتها بتفضل تقولها ان النهارده يوم تجموا على عيلة عليها ولازم كلهم ياكلوا ويعودوا مع بعض لكن فيبي بتكون مصميمة انهم لازم يراجعوا المهمة الاول ساعتها بتسأل نورة ايه رأيها في اللي حصل لكن نورة بتخرج ليزر من عينها وبتحرق التابلت اللي في ايد فيبي وبيقرروا كلهم يعودوا ياكلوا بعدها فعلا بيعودوا مع بعض كلهم وبيكونوا مبسوطين انهم هيقضوا وقت ساعت سوا من غير ما يكون في مشاكل وباهم بيكون بيحضر لهم الفلفل الحار اللي كلهم بيحبوه علشان ياكلوه مع بعض زي ما هم متعودين في كل تجمع عائلي فيبي وماكس بيفضلوا يتفرجوا على تقرير بيتكلم عن فريق خارقين جديد لسا ظاهر في المدينة اسمهم فريق V لكن في الوقت دا بيجي لهم اشارات ان فيه مجرم خطير اسم الشعلة الزرقة بيسرق بانك وبيكون لازم يتحركوا علشان يوقفوا ويقبضوا عليه لكنهم بيتفوا النوم يخلصوا المهمة بتاعتهم ويرجعوا وجمعوا مع بعض تاني فعلا بيتحركوا كلهم هناك بيتفاجوا ان فريق V بيوصلوا وبتدخلوا علشان يمسكوا الشعلة الزرقة ساعتها بيتخانق الفريق مع بعض وبيكون كل واحد فيهم عايز هو اللي يمسك الشعلة الزرقة علشان ما يبقاش فريق افضل من التاني بيبدأوا يدخلوا مع بعض وبيحاول فريق ساندرمان النوم يستخدموا قدراتهم على الشعلة الزرقة لكنه بيقدر يهرب منهم ساعتها واحد من فريق V بينجح انه يستخدم قدرات الليزر اللي عنده يقبض عليه بعد اللي حصل ده وفريق ساندرمان بيمشوا هم زعلانين جدا بعد ما حسوا ان فريق جديد ظهر وبقى احسن منهم عندهم قدرات افضل اللي بيخليهم يرجعوا على البيت ويناك بتفاجوا بالسيدة كيك بوت واللي تبقى المديرة بتاعتهم وهي اللي بتوزع عليهم المهمات اللي بيعملوها بتقولهم انها سامت عن اللي حصل ومش مبسوطة ان فريق جديد عنده قدرات خرق ظهر وبلا يساعد الناس وكمان بتقولهم انها راحت عليهم وبعملهمش اي دور طالما فريق V موجود تعرفهم انها تبعت تجيب فريق V علشان يعيشوا في البيت بتاعهم فعلا بتنادي على الفريق الثاني وبيكون فريق ساندرمان متضايقين جدا وبيقولوا انهم عملوا حاجات كتير علشانها ومفروض ما يكونش ده جزاهم في النهاية لكن كيك بود بتنادي على فريق V وبتقولهم يجوا يعودوا ببيتهم الجديد فريق V بيقولوا انهم عيساعدهم يلوم حاجاتهم بسرعة علشان يمشوا من هنا ساعتها بنشوف عيلة ساندرمان لما بيرجعوا البيتهم القديم هناك بتكون الاب والام فرحانين جدا لانهم رجعوا البيتهم القديم اللي فيه ذكراتهم كلها لكن الاولاد مش مبسوطين بسبب انهم اتعودوا على الحياة الجديدة ودلوقتي مطلوب منهم يرجعوا يعيشوا حياة عادية وسط الناس اكد الموضوع مش هيكون طبيعي عليهم في الوقت ده بنشوف ماكس لما بينزل على الدور اللي تحته وبيقابلوا صديقه الحيوان قولوا سوء اللي كان متعود عليهم كلهم بيحبهم زي عالته بالزبط بيسأل ماكس ايه اللي جابه تاني هنا هو افتكر انه هيفضل في البيت الجديد طول الوقت يقول له ماكس انهم ما بقوش ابطال خارقين ودلوقتي بقوا عاديين ورجعوا لحياتهم القديمة وفي فريق جديد اخذ مكانهم عند السيدة كيك بوت واخد بيتهم القديم لكن ماكس بيعرفون ومبسوط ان قابلوا بعد شوية بنشوف بيلي ونورة هما بيستعدوا علشان يروحوا المدرسة الجديدة انك بيتكلموا مع مدرس اسمه براتفورد وبرحب بيهم لانهم طلاب جداد لما بيسألهم عن اسميهم بيعرف انهم بيلي ونور ساندرمان ادائي جدا لانه بفتكر فيبي وماكس وبيقولون انهم كانوا السبب في مشاكل كتيرة حصلت له قبل كده بيلي ونورة بيقولوله انهم مختلفين ومش هيسببوله اي مشاكل بعد شوية بيتكلم بيلي ونورة مع بعض وبيقولوا لبعض انهم مش لازم يظهروا القوى بتاعتهم قدام حد علشان الناس اللي تتعرف عليهم يكلمهم علشان شخصيته مش علشان القوى الخرقة بتاعتهم وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بيوصل مجموعة من البنات بيقولوا لنورة انهم سمعوا انها اخر اسمها ساندرمان بيسألوا اذا كانت فعلا من عيلة ساندرمان الشهيرة ولا لا نورة بتقول لهم انها فعلا من عيلة ساندرمان وعندها كوة خرقة وبتبدأ تضرب ليزر في كل اللي حواليها عشان تثبت لهم ولما بيقول لها بيلي انهم اتفقوا وما تقولش لحد بتقولوا انها عايزة يكون لها اصدقاء فقررت تظهر القوى بتاعتها في الوقت ده بيشوف فيبي وهي عادة مع صديقة ليها وبيكلم مع بعض في مطعم السيدة وونغ ولبنعرف انها تعرف فيبي كويس جدا وبتكون فيبي بتطلب من صاحبتها اللي بتشتغل في المطعم انها تدور معها على شغل لها لانها ما بيتش تشتغل بطل خارق دلوقتي ومحتاجها فلوس ساعتها بتيجي السيدة وونغ وبتقول لها البنت انها بتفكر تشغل فيبي معها سيدة وونغ بتفرح لانها تعرف فيبي وتعرف انها مشهورة وبتقول انها تخلي واحدة من المشاهير تشتغل عندها في المطعم بتاعها ونفس الوقت بيكون ماكس وكبان قعد مع مجموعة من اصدقائه وبيطلب منهم يساعدون ان يلاقي شغل لكن صاحب المكان اللي هم قاعدين فيه بيجي تخانيق معهم علشان يمشوا من المكان اللي هم فيه بعدها بنروح للسجن الخارق وبنشوف تلاتة من اخطر المجرمين وهم دارك مايهام وكينج كراب وسترونج دور وبيجي لهم مسؤولي السجن بيقول لهم ان عندهم زيارة بيدخل فريق فيي الخارق وبيبدأوا يتكلموا مع المساجين التلاتة المساجين التلاتة بيسألهم عن فريق ساندرمان ساعتها فريق فيي بيعرفوهم انهم قدر يغلبوا فريق ساندرمان ودلوقتي بهم المساطرين على المدينة كلها ورئيسها بتصق فيهم ساعتها بيرد عليهم دارك مايهام وكينج كراب وسترونج دور بيقولوا لهم ان كده الخطة بتاعتهم نجح فجاء بنشوف فريق فيي لما بيخرع اللبس للابسه ده وبيظهر على شكله الحي وبنعرف انهم يبقوا لدي المساجين التلاتة وبيوعدوهم انهم هيخرجوا من هنا دلوقتي ويحكوبوا العالم مع بعض وكمان هيقدروا ينتقموا من عائلة ساندرمان بيقولوا انهم هيقدروا يحققوا ده اول ما يوصلوا المولد الخارق اللي عندهم بعدها بنروح لعائلة ساندرمان وبنشوف ماكسي وفيبيو هم بيتكلموا مع العائلة انهم لازم يرجع له الشغل بتاعهم تاني ويبقى ابطال خارقين لانهم مش عارفين يعيشوا بالطريقة دي بيكونوا لابسين لبس شجرهم الاثنين بيقولوا انهم لازم يرجعوا لحياتهم القديمة لكن المشكلة ان باباهم ومموتهم بيقولوا لهم انهم انشغلوا جدا في انهم يعرفوا قدراتهم وطاقتهم وكل واحد كان عايز هو البطل الاجمل والافضل لكنهم في النهاية ينسوا انهم اسرهم ما بيقوش يعودوا مع بعض ولا بقوا يتكلموا مع بعض علشان كده يرفضوا انهم يرجعوا ابطال خارقين تاني وبيقرروا انهم يفضلوا مع بعض زي اي اسرة طبيعية ساعتها بيخرج مكسوفي ببرة وبيكونوا مدهيين جدا لان قلته مش عايزين يحسوا قديهم بيحبوا العيلة وبيخافوا عليها وبيمشي ماكس علشان يرجع على قطه وازعلان وبيسمع الارنب صديقه كولوسو بيسمع اغاني ولما بيسألوا ماكس بتسمع اي بيقولوا كولوسو ان دي اغنية فريق فيل جديدة وهو بيحبها جدا بعدها بيقول لماكس انه شاف الاطفال دول قبل كده بس مش عارف شافهم فين بيقول لماكس انه ده مستحيل لانهم ابطال خارقين ومش بطل خارق فاكيد ما شافوش بعض قبل كده لكن كولوسو بيقولوا انه متأكد انه شافهم وبيخلي ماكس يبدأ يدور فعلا لحد ما بيشوف صورة قديمة لهم من 8 سنين لما كانوا في المعسكر الصيفي لما كانوا اطفال ساعتها بيكتشفوا انهم يبقوا لاد دارك مايهام وكينج كراب وسترونج دور ويكتشف انهم مش ابطال خارقين ولا حاجة وهم عشرار بس متنكرين وعلى طول بيقرر ان يروح على البيت اللي هما فيه دلوقتي علشان يشوفهم وبيعمل ايه ويعرف عنهم معلومات فابلما اتحرك بتفاجئ ان فيبي بتنادي عليه وبتقوله انها جاية معاه فالما بيتحركوا على هناك هما الاتنين وبتفاجئوا انه ولاد دارك مايهام وكينج كراب وسترونج دور الثلاثة فبتشفوا كل مكان في البيت وبيدوروا على اي حاجة تخص المؤلد الخارق علشان ياخدوه بالصدفة واحد منهم بيعرف ان ماكس وفيبي مستخبين ورا الكنبة وبيقبض عليهم وبياخدوهم يحبسوهم لحيات تانية بقى بيتشوف باباهم وموتهم وبيقولوا انهم عايزين يحققوا حاجة لنفسهم وبيتكلموا صديقيهم وبيقولوا انهم عايزين سوقوا طيارة هليكوبتر فعلا بياخدوا منه طيارة وبيركبوها لكنهم بيعاملوا حدثة بيها وبالصدفة بيقعوا على مدرسة كلوي بنتهم ولما بتشوفهم بتكون محرجة منهم جدا تسألهم بيعملوا ايه هنا وهما بيقولوا لها انهم ما كانوش صديجوا هنا ويجروا هما الاتنين بسرعة قبل ما يسببوا لها اي احراج اكتر من كده كل عتداء بنشوف ولاد دارك ميهام وكنج كراب وسترونج ودرو هما مسكين ماكس وفيبي بيعزبوهم وبيدخلوهم في وضع وبيحبسوهم جوا افاص ازاز ساعتها بيشغلوا شاشة وبيكلمهم دارك ميهام وبفضل يعزب فيهم هما الاتنين بعد شوية بنشوف في بيت السيد ساندرمان ان الجهاز بتاعهم بيقولهم ان فريق في دخلين البيت عندهم فبيستغرب ايه اللي ممكن يجيب الفريدة عندهم فعلا بيدخلوه بيقولولهم ان معهم فيبي وماكس بيخلوهم يشوفوا فيديو الفيبي وماكس وهم محبسين وفي حشرات بتيجم عليهم هما الاتنين بيطلبوا من ساندرمان انه يعرفهم مكان المؤلد الخارق لكنه بيرفض وبيقولهم انهم بالجهاز ده هيقدروا يصنعوا جيش من الخارقين ويحكوموا العالم ومحدش هيقدر عليهم لكن فريق في بيقولوله ان شكله كده مش عايز يشوف ولاده تاني وطبعا ساندرمان بيخافوا بيديهم الجهاز وساعتها بيخدوه بيجربوا منه جزء صغير على ارنب من اللي كانوا في البيت فجأة الارنب ده بيبدل يخرج نار وبيبع عنده كواه خرقاء بعدما فريق في اخد اللي هو عايزه بيهرب بسرعة من غير ما يقول لساندرمان على مكان فيبي وماكس ساعتها بيحاول ساندرمان يطير وراهم يعرف المكان اللي هما يهربوا ليه لكنهم مش بيعرف بعد شواء بنشوف فيبي وماكس وهم في الافاصل ازاز ودارك مايهام بيقرر يفضي في الزنازين بتاعتهم زئبق مسالح علشان يخلص عليهم هما الاثنين بيحاول كل واحد فيهم يستخدم القدرات الخرقة بتاعته تحاول فيبي انها تجمد الزئبق لكنها مش بتعرف وماكس وكمان بيحاول لكن المحاولة بتفشل بيستسلموا هما الاثنين في انهم خلاص هيموتوا لكن في الوقت ده بيشوفوا مأكولها ببرة الافاصل وبيقدروا النوم يتحكموا فيها وبيسحابوا جزء منها حد الافاصل ازاز وبيفجروا وبينجحوا النوم يهربوا لكن وقتها بيشوفوا ان في قنبلة في المكان اللي هما فيه وبيكونوا مش عارفيني ازاي ممكن يهربوا من القنبلة دي في الوقت ده بيشوف السيد ساندرمانو وبتكلم معايلته بيقولوا من النوم لازم يساعدوا فيبي وماكس وينقذوهم لكن المشكلة ان فيه قبة بلورية حوالين المدينة اللي هما فيها كلها وبتكون دي القبة اللي صناعها فريق في وهما الواحدهم مش يقدروا يكسروا القبة دي عشان كده بقدروا يفكروا في حله كل واحد فيهم بيدور لوحده لحد ما بتقولهم كل اي انها لقيت حبوب زي اللي كانت موجودة في الجهاز اللي اخدوا فريق في واللي هو جهاز مولد القوة الخرقة لكن الفارق الوحيد ان الحبوب اللي معاهم لونها ازرق والحبوب اللي كانت في الجهاز كان لونها احمر ساعتها بيفهموا ان الحبوب الحامرة بتصنع الأشرار والزرقة بتصنع الطيبين يقرروا جمعوا كل سكان المدينة علشان يدهم الحبوب الزرقة ويخلوهم أبطال خارقين وفعلا الناس كلها بتاخدوا الحبوب منهم وبتحولوا لأبطال خارقين وكلهم بيتجمعوا وبتضلوا كالصرف القبة البلورية لحد ما بينجحوا أنهم يضمروها ساعتها بشكروا كل الناس اللي ساعدتهم وبتحركوا كلهم وبستخدموا القدرة الخارقة بتاعت كله وبتنقلهم من مكانهم للمكان اللي فيه وماكس هناك بيكون فاضل ثوانية وليلة على انفجار القنبلة ساعد صندرمال لحسن الحظ بيتصرف وبيدمر القنبلة وبينقذ ماكس وفيبي ساعتها بيقولوا لبعض انهم لازم ينقذوا العالم قبل ما يتضمر ولازم يوقفوا المخطط بتاع دارك مايهام وكنج كراب وسترونج دور وهو انهم يصنعوا جيش من الخارقين ويحربوا به العالم كله ويسيطروا عليه فعلا بيستغلوا قدرة كله وبيختفوا كلهم وبيظهروا في المكان اللي فيه دارك مايهام وكينج كراب وسترونج دور بتبدأ معركة قوية بينهم وبين بعض تفضل الحرب مستمرة لحد ما بيقدر عيلة صندرمان النوم يجمدوهم ويخلوهم مش عارفين يتحركوا من مكانهم وساعتها واحد منهم بيقدر يحرر نفسه وبينجح انه يطير بالطيارة اللي فيها الجهاز بتاع صناعة الخارقين وساعتها بتقول كله انها لازم تنقذ العالم وتوصل للطيارة وتشيل منها الجهاز لكن بابا وماميطة بيمنعوه وبيقولولها ان اللي بتعمله ده خاطر وهم مش هاسمحوا ليها تعمل كده لكن كلوي بتفضل تقولهم انها عارفة انها بتعمل ايه كويس بتوعدهم انها تاخد بالها على نفسه كمان بيروح معا فيبي وماكس عشان يطمنوا انها تكون كويسة ومش حصلها اي حاجة فعلا بيختفوا وبيظهروا على الطيارة وبينجحوا النوم يعطلوها وبياخدوا منها الجهاز اللي فيها ويجاء على العيلة وبيقدروا النوم ينقذ العالم وبيكونوا كلهم فرحانين بوكلوي وماكس وفيبي وبعد ما كل حاجة بتخلص بيرجاوا على البيت وبيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ساعة بتيجي الرئيسة كيكبوت وبشكرهم على كل اللي عملوه بتقولهم انها عارفة انها غلطت فيهم مش هتعمل كده تاني وبتديهم عرض انهم يرجعوا الشغل بتاعهم تاني ويرجعوا البيت القديم كمان ساعة كلهم بيوفقوا وبيفرحوا جدا وبيقرروا انهم يرجعوا الشغل لكن بيختاروا انهم يفضلوا في البيت ده لان ده البيت اللي عاشوا فيه اجمل ايام حياتهم وما بيخرجوا برا البيت بيشوفوا كل السكان اللي ادوم الحبوب الزرق وخلوا عندهم قدرات خارقة لكن بيقرروا يستخدموا قدرة التجميد وبيجمدوهم مكانهم وبيدخولوا تاني علشان يرتاحوا شوية بعد ما كل حاجة خلصت وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشيل للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان نمسلك اشعار بكل جديد بنعمله